موجود لدينا إذا تحب في أي وقت في أي حلقة أبعث لك كل المستندات والطلبات الأصولية التي طلبنا من الحكومة المركزية بأن تسلح الحجد الوطني وقدمنا قوائم بأسماء المتطوعين بأن يقومون بإعطاهم الرواتب أعطوا للوجبة الأولى وجزء بسيط من الوجبة الثانية ولمدة ثلاثة أشهر ألف واربعة وثلاثين شخص منهم ستمائة شخص منهم موظفين لدى الدولة يعني رواتب ومم من الحجد الشعبي من الدولة هم راتب وموظفين زين ثلاثة أشهر وقطعت الرواتب اليوم لم تقدم لنا الحكومة المركزية هذا عندما أنا أتكلم أنا لا أأتي بنقد على حكومتنا أنا لست من خارج العراق أنا عراقي والحكومة هي عراقية ولكن من باب أن أعتب على أهلي لماذا تسلح الحجد الشعبي والذي هو مناطقه من فضل الله سبحانه وتعالى آمنة ولا تسلحني أنا الحجد الوطني والحجد العشائري والذي مناطقنا محتلة ويلعب فيها داعش كيفما يريد منذ أكثر من سنة وسبعة تشوى لمز بعض المسؤولين من أبنائنا وقال أن الحجد الوطني غير داخل في المنظومة الأمنية أنت سمعت ذلك بأذن طيب أستاذ العزيز أنا بالنسبة لي من قال هذا الكلام هذا إنسان يحسب على نفسه هذا الكلام وقاله نائب في البرلمان وكان يفترض بهذا النائب في البرلمان من هو؟ من هو؟ ما يحتاج أن تتكلم بالأسماء أنا لا أحتاج إلى الشخص أنا أحتاج أن أقول نائب وكل أهالي نينوى يعرفونه من هو هو وغيره يعني هسا تضرب لك مثل ما حدث قبل أربع تيام لكنه نائب من نينوى وليس من نيسان نائب عن نينوى نعم نعم عن نينوى الغيرة على أهالي نينوى لكان هو ذهب لماذا أهال نينوى ذهبوا وحبروا أصابعهم وانتخبوا وغيره وخلاه يجلس في مجلس النواب غير حتى يحصل لهم حقوقهم يقول ليس لديهم صفة قانونية لعد أنت شنو شغلك إذا هو جايد يقاتل ويحرر مدينته وما عنده صفة قانونية لعد أنت اللي تمتلك الصفة القانونية أنت أساسا راحت منك الصفة القانونية عندما احتلت مدينته كنت لم تدافع عن هذه المدينة هذا أولا ثانية قبل أربعة أيام هذا النايب ونايب آخر عن نينوى كانوا في اجتماع مع رئيس الجمهورية وليسمع الجمهورية هذا الكلام ونايب عن نينوى ويتكلمون مع رئيس الجمهورية في قضية المصالحة ترى قضية المصالحة واندار إلى الحشد وقال الحشد نتكلم الحشد حتى رد عليه رئيس الجمهورية وقال نحن نتكلم في قضية مصالحة الآن مصالحة وطنية ماذا قال عن الحشد ماذا قال قال ما قال ولكن ليعلم أنه يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي راح أجاوبك راح أجاوبك بس اسمعني اليوم حتى يعلم هذا النائب وغيره من يتكلم على نينوى أنه أهالي نينوى يعلمون كل شيء ويعرفون كل شيء ولديهم كل المعلومات اليوم نحن من يمد لنا يد المساعدة سوف تذكر في التاريخ وتكتب ومن يقطع لنا هذه المساعدة ونحن أحق بها وهذا حقنا على بلدنا أن يقومون بتسليحنا وإعطاؤنا ومدنا حتى نحرر مدينتنا ترجمة نانسي قنع